سيد الفاضل طريق حامد طريق حامد وأشرف بن شرقي صدع كبير جدا في نادي الزمالك بسبب طريق حامد وأشرف بن شرقي هقولك فيه مهم فراد قوي للغاية أشرف بن شرقي لديه عرضان مش عروض عربية عنده عرض من فرنسا وعرض من ألمانيا بيتمنى الصفر لفرنسا أو ألمانيا بديلا عن الاحتراف الخليجي اللي عنده عروض في كتير طبعا بيرامدز دخل على الخط مع طريق حامد تحديدا لكن اللي عنده عروض هو أشرف بن شرقي عنده عروض من ألمانيا ومن فرنسا بيأمل أن واحدة فيهم تنجح لأنه عاوز يتقال عليه لاعب محترف وينضم إلى المنتخب المغربي ويلعب مش ينضم ويبقى كنبارس لا يلعب فهو عنده أمل أن يروح طب الزمالك الزمالك على 2 مليون دولار الخلاف على شرط الجزائي لا يمانع في التوقيع لنادي الزمالك يتمنى الاستمرار في نادي الزمالك ما لم يكن هناك عرضا ماليا أفضل وفنيا أفضل فالعروض اللي عنده كتير العروض اللي عنده كتير عشان بس حق ربنا يتقال أهمها اللي جاله ألب دماغه والعرض الفرنسي والعرض الألماني وده بخلاف العروض اللي عنده من قطر والإمارات لكن لم يوقع لأي نادي النادي الأهلي رفض أنه يدفع لتنين مليون دولار وقال لك والواحد ونصف مليون دولار لو أنت عاوز تيجي لكن أنت هتعوض مكاسب مادية ضخمة من خلال أمور أخر حاجة تانية فيما يخص طريق حامد طريق حامد ليس مصابا كان عنده كادمة بس في رجله جدا وما عندهش أزمة أنه يلعب ويتقلق ويبدع لكن الأزمة الحقيقية عنده هو حالة الغضب الشديدة التي يمر بها نظرا لأن الإدارة لم تقم بتقديره وتدفع لها مستحقاته القديمة والتي تبلغ تسعة مليون جنيه فيما دفعت مستحقات أشرف من شرقي اللي اشتكى وهدد بفسخ عقد فهي يعني المسألة إصابة سياسية يعني يقدر يلعب ويعمل وتقلق بس ما حاجة يعبره ليه ما حاجة يعبره ليه أنهم عارفين أنه هو متمسك بنادي الزمال وبيحب بنادي الزمال ومش هيروح في أي حتة فالأزمة عنده في حسابه البنك ما انتعش لم ينتعش بملايين نادي الزمال لم ينتعش بملايين الزمال عاوز حسابه البنك ينتعش بملايين الزمال ما راحش ينتعش هيعمل إيه قلتل الى نتهاء لحد الإolfН. إنها الموضوع errott mudar Resident Evil. او التجديد للنبي الزمال و 물ّل سنة اعارّ. دخل نادي برامض بالمفاوضات مع اندي حامد و أحمد يحيى م yeро. طريق حامد متمسّق باللعب للنادي الزمال، لكن زيان لنادي الزمال غير متمسّق باستمرار طريق حامد معه. غير متمسك باستمرار طريق حامد معاه ده الموضوع الحقيقي فموضوع طريق حامد ما عندوش مشكلة ما عندوش مشكلة مع نادة الزمالك غير في ان هم اهملوا مش حاوزين عارفين انه متمسك بالنادي وبيحب النادي فبيتعاملوا بقى بشكل فيه جفاء فيه استهتار فيه لمبالاء عارفين انه قاعد في البيت قاعد في البيت مش يروح في اي حد مش هيجي في وقت ويقول لا اهمش لا ليه لانه جمهور الزمالك بيحب ومش يلعب ماتش اسموحة بكرة وما بيلعبش الفترة اللي فات ولا في كاس الرابط وزعلان مأموص من الدايق محدش معبار هو عندو استعادي جدي وياخد المفلوس القديمة 9 مليون و50% من قيمة اول موسم يعني ياخد له كمان بتاع 8 مليون حد معبار وحدش معبار لكن هو طريق حامد متمسك باللعب النادي الزمالك لكنه قد يجدد قد يعني يتعاقد مع نادي عربي لمدة موسم ويبقى على نادي الزمالك ويطلع اعارة اذا استمر هذا الحال لكنه يشعر بالغبنة والظلم الشديد من مسؤولين في نادي الزمالك الذين اهملوه 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 ولم يمنحوه شيئا من الاهتمام والرعاية يعني ما قالكش نهتم بيك ولا نخلي بنا منك لا منتهى الاهمال ومنتهى عدم التأدير من مسؤولي نادي الزمالك له اشرف بن شرق هو اللي بيدلل هو اللي عمال يقول لك شرط جزاء ومش شرط جزاء حدود اشرف بن شرق وحدود طريق حامد كاملة وشتلاها في اي حت حدش في مصر قال على موضوع العرض الايمان وعرض الفرنس بفضل الله احنا وفريق العمل اللي شغال معانا المميز للغاية بنقول لك كل المعلومات بما يعني يصل الينا وبكل امان طيب لايك وشير وصلي على الزين ودعي النفسك والوالدين والغين بص يا سيد في حتة كده عاوزة اقول هالك